مشاهدين الكرام مرحبا بكم كل عام وأنتم بخير ينتهي عام وينتهي فيه العمل في أحد المشروعات الكبرى بينما يمتد العمل لعام جديد في بعض المشروعات الأخرى أما المشروعات التي ينتهي فيها العمل فتنتقل لمرحلة جديدة يتحتنتقل فيها من طور المشروع إلى طور الحياة الحقيقية نعم حياة حقيقية تتحول فيها الأرض الفراغ وربما الخاربة أو الجبال أو الصحراء إلى مدينة جديدة تنبض بالحياة وتشع بالجمال وتضيف نقطة مضيئة لخريطة مصر هذه مدينة العالمين الجديدة التي وضع حجر أساسها 1 مارس عام 2018 وكنا كل عام نأتي إلى هنا لنحتفي بإتمام إحدى مراحل إنشاء هذه المدينة وإحدى الإنجازات التي تتم فيها اليوم بعد مرور أربعة أعوام على وضع حجر أساسها كيف أصبحت مدينة العالمين الجديدة هذا ما سوف نتعرف عليه في خلال هذه الجولة هي واحدة من مدن الجيل الرابع تضم مستويات مختلفة من الإسكان في المرحلة الأولى منها خمسة ألاف وحدة سكنية بالإسكان المتميز وسكان مصر وألف وثلاثمائة وعشرين وحدة بإسكان وسط المدينة وثلاثمائة وخمسين وحدة بالكمباوند السكني وأربعة ألاف وخمسمائة وحدة بالأبراج الشاطئية التي تعد أيقونة مدينة العالمين الجديدة نحن هنا في مشاريع الأبراج في المنطقة الشاطئية المشروع عبارة عن اتنين واربعين طابق الطابق الواحد فيه أربعة وعشرين وحدة مسطحه أربعة ألاف متر طبعا المشروع عبارة عن مشروع أبراج ومشروع المنطقة الترفيهية المنطقة الترفيهية الحمد لله خلصت وانتهت وبدأ فعلا الناس تشتغل فيها والمحلات تشتغل والبنوك تشتغل في المنطقة الترفيهية تم افتتاحها أو تم تشغيلها السنة اللي فاتت تشغيل تجريبي بالنسبة للأبراج إن شاء الله بإذن الله متوقعا هي تشتغل السنة دي إن شاء الله طبعا المشروع عظيم مسطح البوديوم فيه تقريبا 30 ألف متر خمس أدوار محلات تجارية ومنطقة جراشات ومول تجاري فهو مشروع عظيم كلنا بنتشرف طبعا إحنا بنشتغل فيه إحنا فاندم هنا يعني أهم حاجة في الارتفاعات اللي هو خطر من السكوك من أعلى ده أهم حاجة في الأبراج وبالنسبة للفتحات وتأمين الحواف والحاجات دي طبعا كل مكان بمؤمن في كل دور فيه حوالي 2 سيفتي وفيه من المكان للناس بنمدي كل يوم الصرحة تعليمات وإرشادات لكل فريق التنفيذ الشغال الحمد لله المنظومة ماشا كويس جدا الحمد لله وإحنا عندنا طبعا شركتنا تهتم جدا بالسيفتي وبتصفى عليه مصاليف غالية جدا جهاز التودر السيشن ده وظفته تحديد مواقع المباني بشتغل به من الزيرو لحد الفينيش تمام بحدد به حدود موقعي في البداية بحدد به برفع أسبلتات لموقعي كلوكيشن ومناسيب لحصر كمياتي بحدد به كل حاجة بحدد به الأواعد بحدد به أعمدة بحدد به كل شيء حتى الحد اللاندسكيب بتاعي اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي بحدده أنا بجهاز التودر السيشن ده تمام فدوره دور كبير جدا وطبعا التودر السيشن ده ما بيشتغلش عشواء كده ده هو بيشتغل عن طريق حساب مسلسات فبحدد بتديره بيزلاين طبعا البيزلاين ده أنا باخده من عن طريق الجهاز بيجيلي عن طريق جهاز أكبر منه اللي هو الجي بي اس بيسلمه لجهاز المدينة نوات سابتة بقف عليها وأبدأ أشتغل منها الديروست استيشن وباكسايت وعن طريق ربط الجهاز على الاستيشن والباكسايت بيبدأ أحدد منه الأماكن بتاعتي كلها أحدد موقعي أحدد كل شيء في الموقع بالزبط ألاف العمال والمهندسين والفنيين والمشرفين يفخرون ببنائهم مدينة كتلك وعملهم في مشروع بهذا الحجم فتحت مجال كبير قوي في مصر بعد طبعا المهندسين كلها كانت بتسافر برا في الفترات اللي فاتت كلها دلوقتي لأ الأبراج هنا مثلا بتستوعب مهندسين كتير يعني بنعدي مثلا دلوقتي الميت مهندس في برج تمام؟ غير طبعا كل المشاريع اللي جنب مننا لمت مهندسين مصر كلها كانت الأول كلها في السعودية وكويت والبلاد دي دلوقتي الحمد لله يعني فيه شغل وفرص عمل متاحة كتير فيعني توفرت الدنيا يعني غير الأول طبعا يعني من دلوقتي من 2000 تقريبا و17 من أول بداية العالمين لا تقريبا ما فيش مهندسين بتخرج برا كتير دلوقتي المستوى عالي جدا عندنا احنا بنسلم كيو سي كوالاتي كنترول ده مهندس جودة وبيسلم كمان استشاري يعني الاستلام مزاي زمان ببقى مرحلة واحدة دلوقتي بيبقى اتنين مهندسين بيستلموا بعد انا ببنفز فده بيدي كوالاتي اكتر وبيدي جودة رهيبة في الشغل وزا ما حداك شايف العلاقات والفينيش والكلام ده حاجة رهيبة جدا حتى عندنا في التبكة لو تطلعت وتصوروا هتلاقي علاقات رهيبة جدا وعلاقات ممتازة وكله بيقفل مع بعض كويس والشغل بسم الله ما شاء الله يعني خريج 2018 حساسي طبعا فضيع جدا ان انا شغال في مشروع ضخم زي ده مشروع اكيدا لما خلصوا انا بقى فخور جدا من نفسي وعائلتي وناسي وكل اللي انا عرفون انا بقى فخور جدا قدام اي حد انا اشتغلت في مشروع كبير زي ده كما تضم المدينة حي الفنادق ومركز المدينة والحي السكني المميز ومركز المؤتمرات وحي حدائق العالمين ومرسى الفنارة والمنطقة الترفيهية ومنتجع خاص ومركز ثقافي واسكان سياحي وحي مساكن البحيرة وارض المعارض وغيرها من المعالم الى هنا تنتهي جولتنا في مدينة العالمين الجديدة وقد رأينا كيف اصبحت على ما اصبحت عليه من كل هذا الجمال بفضل جهود الدولة المصرية وقرارات حكيمة للدولة المصرية وبفضل سواعد ابنائها من المهندسين والعمال العام القادم ان لم نكن موجودين فكاميرا اكسترا نيوز سوف تكون هنا وتحتفي بانجاز جديد داخل مدينة العالمين الجديدة شكرا لكم لطيب المتابعة